تأجيل جديد لجلسة مجلس النواب يتوقع ليبيونس مع هذه الجملة يوم الاثنين السابع والعشرين من أغسطس الذي يفترض به أن يشهد تصويت المجلس على قانون الاستفتاء على الدستور بعد تأجيلات متكررة انتهت آخرها بإطلاق نار على نائب وفرد من الحرس الرئاسي في لقاء باريس الذي جار نهاية مايو الماضي انتهى الفرقاء الأربع الحاضرون إلى تحديد العاشر من ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية وأن تجهز قاعدة دستورية قبل السادس عشر من سبتمبر المقبل لكن مجلس النواب الذي مثله رئيسه في هذا الاجتماع لا يبدو سائر وفق المخطط الزمني في وقت بدأت تظهر فيه التلميحات باحتمال تأجيل الانتخابات المفترضة والسير نحو استفتاء على الدستور هذا الخلاف المستمر والذي يطيل في عمر الأجسام السياسية توفقية كانت أو منتخبة يدفع ثمنه المواطنون الهاربون من كأبة الواقع بفرحة العيد وفيما يترقبون أملا ينتهي به عيدهم وسط التهاني التائهة لا يعولون كثيرا على حل يأتي ممن كانوا سببا رئيسيا في أزمتهم المزمنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر